مساء الخير او صباح الخير ان شاء الله تكونوا في احسن حق معكم ليندا بذبت متبساء واليوم ان شاء الله رح يكون موضوعنا عن البشرة طبعا في الفيديو تعال عدسه يتلبطوا مني روتيني البشرة أنا بشرتي الحمدلله خالية من الحبوب من الاثار من هذيك الاشياء كل بعد ما كنتنا نعاني منها نحن نعطيكم روتيني سهل تستعملوه على الاقل مرتين اسبوعيا يخلي البشرة جميلة جدا نظيفة رطبة خالية من التجعيد خالية من الحبوب نظرة بالاضافة انه ما كيش فالي سيكات خي سلي بوانوار نبدو اول حاجة بتنظيف البشرة بعد ان ننظفوها نعرضوها الى البخار انا احسن بخار رجلية لانه بشرتي حسسها مختلطة اللي هو البابونج وش نقولكم يا لبنات البابونج رائع جدا ينقي البشرة يوحد لونها يعطي لها اشراقة جميلة جدا لانه زهرت الكاموميل معروفة يعني حتى لعلاج الكلف اذا تقدروا انتم نعناع تديرو زعط رحس بما تحبون انتم انا نحب هذي ثم بعد ذلك هنا احنا نعطيكم ثلاثة صابونات مهمين جدا جدا للناس اللي بشرتهم حساسة ومختلطة اما تديرو جاني توايان اما تديرو صابون مارسيليا يا صابون الجليسيرين يا الصابون الاخضر تعتونس هذم الصابونات هايلين بزيف اغسلو بهم على الاقل مرة الى مرتين اسبوعيا طبعا لانه الصابون بزيف راه يجفف البشرة ويفسدها ثم بعد ذلك الروح نعمل مرتب نستعمل انا الشعري الجسمي الوجهي الكامل الجسمي يرطبوا ويعني فيه يعني مواد فعالة جدا 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 اللي هي تحفظ المياه داخل البشرة اول حاجة هنجيبو زيت جوز الهند نجيبو ملعقتين كبيرتين ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من زيت الورد زيت الورد هنا الدور تاعه انه خلصنا من اثار الحبوب يغلق لنا المسامات الواسعة ويحد يعني يريق البي اتش تاع البشرة تاعنا ويبيضها ثم سنضيف اقوى مرتب في الزوت اللي هو زيت اللوز الحلو يرتب البشرة ينحي لساغن يعلجينا مشاكل الحبوب كذلك رائع رائع جدا يل بنات زيت اللوز الحلو في اعطاء اشراقه للبشرة وجعلها مخملية ورطبة بعد ذلك ابنات حنضيفه المكون السحري تاعنا اللي انا نموت عليه جال اوليفيرا جال اوليفيرا هنا الدور تاعه فعال جدا في حفظ المياه داخل البشرة لانه فرق ما بين ترطبي من بره او فرق ما ان تحظي المياه اذا ما عندكش لانه غالي شوية تقدروا تسعمله الجليسيرين الطبي الجليسيرين الطبي وليس زيت الجليسيرين يباع في الصيدليات يدير 15.000 هكاكا زيدوا ملعقتين وخلطوا المزيج جيدا وادهنوه كما انا عملت بطريقة دائرية قبل النوم طبعا هذا المرط بتاعي ديما نستعمله على اقل 3 مرات 4 مرات حسب يعني ملمس البشرة لانه كما تعرفوا البشرة مختلطة راهي اصلا تفرز في الدهون ونشوفوا بشرتكم بدت تجف تجبدو المرط بتاعكم طبعا وديروه الان اهم حاجة بعد ما درتوا البخار لوجهكم نحضروا مقشر المقشر المقشر تعالى سهل متوفر في كل مكان تقدروا تستعملوا مقشر منزلي تقدروا تشيروا مقشر من السوق انتم احرار وكنت اعطيتكم مقشر الذهب تلقاوه في القناة هذاك فعال جدا ورخيص في الثمن ويدوم معاكم فترة كبيرة هنا درت ملعقة عبون ومعاها ملعقة سكر ورح نزيد عليها زيت الزيتونة نخلطوا جيدا واي كيد رح نضيف عصرة الجيل اوليفيرا او زيت او الجليسيرين الطبي علشني انه كل ما تحقوا البشرة تاعكم مع انها فتحنا المسابات وكلش الا انه رح تاخدشوا البشرة فبالتالي رح تحتاجوا الى معالج المعالج هنا رح يكون اما جيل اوليفيرا اما الجليسيرين الطبي باش تتفادوا اي مشاكل عنده تقشير البشرة مام اذا كان بشرتك جافة تقدير تقشريها بهذا المقشر رح تتحصل على نتيجة رائعة جدا كداش المرة تستعملوه طبعا كل ما تبخروا الوجه تاعكم بالباب ونجولة باي عشبة عندكم لازم تديروا المقشر هذا الان لبنات جهزنا المقشر تاعنا رح نروحوا الاخر مرحلة اللي هي تقشير الوجه تقشير الوجه كما قلت لكم على وجه مبلل او معرض البخار وبطريقة دائرية وغير بشوي احنا ندلكون دلكون دلكون ونركزوا على الاماكن اللي يكون فيها الاثارة الحبوب فيها المسمات واسعة لانه التقشير يقفل حتى المسمات تاع الوجه الان احنا نروح الاخر حاجة اللي هي خلطة وجه القمر لأحد الاطباء انا ما نستغناش عنها اللي هي ملعقة خميرة طبيعية اللي هي خميرة الخبز نضيف عليها ماء دافئ ونحركوها جيدا كما تشوفو هنا وحبيت نقول لكم باللي الخميرة لا تسبب اي شيء للبشرة بالعكس هي تغذيها توحد اللون تعطي فرصة للكولاجين اللي يزيد يتكون وكل الاطباء راهم ينصحوا بيها الخميرة ما تدير للدود لويلو را هي مجرد اشاعات كما تعرفوا احنا اشاعات اللي تقوها في الانترنت هي يعني مصادرها غير معروفة وراح نضيف عليها عصرة عقارس عليش القارس هنا بشي يبيض لي الوجه يوحد لي اللون يعلج لي اي مشاكل في البشرة وهذا الماسك يا البنت يعني اوش نقول لكم تقديري على رجليك تقديري علي ديك تقديري على جسمك كله يعني خاصة العرايس وتخليه 4 ساعة عشرين دقيقين بعد تحكيه ملح وتشلي صدقيني تشوفي واحد البياض رائع جدا نكون حطيته من عامين في قناتي المهم بعد ما تحطي الماسك متخليش وهكاكا لازم تماسيه ملح على وجهك بهذه الطريقة راح تتشربوا البشرة ورح تتحصلي على بشرة رائعة جدا جدا وخالية من المشاكل بعدها تغسلي وجهك بالماء البارد وترشي الطونر البارد على بشرتك وتحصلي على بشرة مخملية رطبة خالية من كل مشاكل الوجه وتهلو في رواحكم كان هذا هو روتيني